السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بتسمع امنية الشامي وده برنامج محب الله ورسول مكملين مع بعض السيرة النبوية الشريفة الامر اشتد على صقيف اهل الطائف لا يستطيعون حتى الخروج من الطائف من شدة الخوف لان المسلمين الان في كل مكان فبدأوا يتشورون مع بعض فاخيرا اتفقوا قالوا نسلم ولكن بشروط واتفقوا على شروط يشتريطوها على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في الاسلام واتفقوا ما هي الشروط اللي ممكن نتنازل عنها وايه هي الشروط التي لا يمكن ان نتنازل عنها فجاء الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بهم سرورا عظيما فجلسوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نريد أن نسلم ولكن بشرط فقال ماذا؟ قالوا تأذن لنا بالزنا قال دين فيه زنا ليس بدين قالوا إذن لن نسلم قال ما أقبل إسلام فيه زنا راحوا تشاوروا فقالوا نتنازل إذن عن الزنا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نسلم لكن بشرط أن تأذن لنا بالخمر قال لا الخمر حرمها الله عز وجل ما أأذن بها لأحد وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه راحوا تشاوروا قالوا إذن نتنازل عن الخمر فجاءوا مرة ثالثة قالوا يا رسول الله إذن تأذن لنا بالربا نتعامل بالربا قال لا تسلمون بدون ربا الربا حرمه الله عز وجل دين الله لا يمكن التنازل عنه فراحوا تشاوروا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نسلم حرمت علينا الزنا وحرمت علينا الخمر وحرمت علينا الربا لكن لا تهدم الربا كانوا يعبدون صنم اسمه اللات وكانوا يدعونه بالربا فقالوا لا تهدم الربا اترك اللات قال والله ما نتركها ما نترك الأصناق قالوا تهدم الربا تهدم ربنا قال أهدمها فراحوا وتشاوروا رأوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مصمم على رأيه ولو ظلوا على هذا الحال خلاص الطائف محاصرة من كل مكان ليست كباقي القبائل العربية البعيدة الطائف قريبة من مكة وقريبة من المدينة لا تستطيع أن تعمل شيء فوجدوا أنه لا مفر من الاستسلام فجاءوا بالشرط الأخير قالوا يا رسول الله نسلم لكن بشرط قال ما هو قالوا نحن لن نهدم الرب يهدمها غيرنا احنا نخاف نهدم الرب قال يهدمها غيركم فأرسل معهم عمر بن العاص رضي الله عنه قال له اذهب معهم واهدم لهم الرب فذهب الوفد ومعهم عمر بن العاص قالوا الآن ننتظر إذا هدم الرب دخلنا في الإسلام وإذا قتلته الرب ما نسلم اتركوه خلوه فخرجت ثقيف تنظر ماذا سيحدث لعمر بن العاص فقام عمر رضي الله عنه وبدأ يضرب في الرب فكسرها أمام أعينهم قصر إلههم الذين ظلوا يعبدون هم وآبائهم مئات السنين وهم يعبدون اللات فلما هدمت اللات دخل أهل الطائف في الإسلام واستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي سقيفا وآتي بهم الآن القبائل الرئيسية أسلمت وانتهى العام السامن من الهجرة ويدخل العام التاسع من الهجرة الذي يسمونه عام الوفود لأن العام التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن الآن القبائل كلها سمعت بالخبر والأصنام التي كان يعبدها الناس هدمت فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفود تلو وفود تأتي للإسلام غزوة تبوك كانت في رجب من العام التاسع للهجرة الوفود التي جاءت إلى المدينة وفود كثيرة جدا خاصة في العام التاسع ولم يذكر المؤرخون لنا المواعيد الدقيقة لهذه الوفود وبالتأكيد أن بعض هذه الوفود جاء قبل غزوة تبوك وبعدها جاء بعد غزوة تبوك فغزوة تبوك في منتصف العام من السنة التاسعة للهجرة وسنذكر الحديث أولا عن غزوة تبوك ثم سنذكر الحديث عن الوفود لأن تاريخ هذه الوفود غير معروف بعدما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على معظم الجزيرة أراد أن يثبت مبدأ هام وهو أن هذا الدين ليس للعرب فقط هذه الرسالة ليست للعرب إنما هي للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لغزو الروم ونادى في القبائل التي دخلت الإسلام حول المدينة وقريبين من المدينة نادهم للخروج معه لغزو الروم وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواري لا يذكر بصراحة أين سيذهب إلا في هذه الغزوة وغزوة خيبر كان الأمر واضح وصريح أما غزوة خيبر لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بفتحها وأما هذه الغزوة غزوة تبوك لأن المسافة بعيدة والمعرقة ستكون كبيرة ولابد من الاستعداد الجيد لهذه المعرقة لأن المعرقة ستكون مع أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت دولة الروم وبالتالي كان لابد من أغز الحيطة والاستعدادات الكاملة لا يكفي الاستعداد البسيط لأن المعرقة قد تطول وبالتالي كان لابد أن يعرف المسلمون أنهم سيخرجون في غزوة طويلة وصفر شوق فلابد من الاستعداد التام وحدث هذا في ظل وقت حار والمطر قد انقطع فأصابهم الحر وكانت السمار على وشك النطق ولكنها ما نضقت بعد قريبة من النطق فكانت الناس نفوسهم متعلقة بهذه السمار يريدون أن ينتظروا حتى يقطفوا هذه السمار ثم يذهبوا فجاءت الأوامر الصريحة بوجوب الخروج ما خير النبي صلى الله عليه وسلم أحد يجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح أن يخرج وهنا سيتبين الصدق من الكذب والمنافق من المجهد سيتبين لأن الأمر ليس على التخيير ولكن على الوجوب فجاءت هذه الغزوة التي سميت بغزوة العسرة لأنها جاءت في وقت شديد فيه عسر فجاءت في هذا الوقت وكانت امتحانا عظيما للناس وهذه الغزوة وما يتبعها من أحداث تتحدث عنها صورة التوبة فصورة التوبة تتحدث عن عدة أمور تتحدث عن فتح مكة وعن أشياء كثيرة وعن غزوة تبوك وما تلاها من أمور ولا يمكن فهم كثير من أجزاء صورة التوبة إلا بمعرفة ما حدث في غزوة تبوك وما حدث بعد غزوة تبوك وبالتالي فهم السيرة يؤدي إلى فهم الكرآن الكريم يقول الله عز وجل انفروا خفافا وسقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان الأمر يسير لصاروا معك ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة فيها مشقة بعيدة طويلة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون جاءت هذه الآية لتفضح المنافقين كثير من الأحداث التي حدثت في غزوة تبوك فيها كشف للمنافقين الحقيقة غزوة تبوك وإن كان المراد بها الروم لكن النتيجة كانت ضربة قاسمة للمنافقين كما سنرى المعركة الحقيقية جرت مع المنافقين وليس مع الروم لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جاء المعذرون من الأعراب وجاء المنافقون يعتذرون بأعذار وهية كل واحد يبحث عن عذر حتى لا يخرج لماذا لا يريدون الخروج ليست كخيبر خيبر كان الأمر بسيط الآن الأمر شديد غزوة يقصد بها أعظم دولة في العالم فكانوا يتوقعون أن يهزم المسلمون وكانوا يتوقعون أن يصابوا بأزى شديد والمسافة بعيدة فخافوا فبدأوا يبحثون عن الأعذار من هؤلاء الذين اعتذروا بعذر نواهي ذكر في القرآن الكريم الجد بن قيس والجد بن قيس له مواقف كثيرة ذكرناها سابقا فهو الذي اختبأ خلف الجمل الأحمر يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر هذا هو نفس الرجل والآن جاء له موقف آخر فلما جاءت الأوامر صريحة بوجوب الخروج وهذا الرجل يظهر الإسلام منافق والمنافق يظهر الإسلام لكن في قلبه الكفرة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن عذره فقال يا رسول الله قد علم العرب أنه ما من رجل يفتن بالنساء مثلي ونساء بني الأصفر نساء الروم فيهن جمال فأخاف لو رأيت نساء بني الأصفر أفتن فاعذرني ولا تفتني في ديني فالنبي صلى الله عليه وسلم أزن له يقول الله عز وجل عن هذا الرجل ومنهم من يقول إئذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين فبشره الله عز وجل بالنار بهذا الموقف الذي اتخذه والله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على الإذن لهؤلاء عفى الله عنك لما أزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين منهم من قال لا تنفروا في الحر اصبروا تظهر السمار ويبرد الجو ثم نخرج فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال قل نار جهنم أشد حرا وبكده تكون خلصت حلقتنا وإن شاء الله الحلقة الجاية نعرف كيف جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة والمنافسة بين عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما أجمل منافسة في الإسلام وموقف عثمان بن عفان رضي الله عنه مع جيش العسرة ولماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم وما هي الفعلة التي فعلها عثمان وكانت كفارة لأفعاله الماضية والقادمة وتنتهي حلقتنا بالصلاة على الرسول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة